السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياخد منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء مباراة النسف النهائي لكاس العرب مع نظيره التونسي بقيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيريوش هنعرف مع بعض كل التفاصيل بس فضلا لو انت لسه جديد وعايز تتفرج على المباراة كاملة بس مباشر هنا على القناة ياريت تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشانا قدر نزل لكم كل جديد هنا عندي في القناة هنصلى على الحبيب اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله بعد أن تأهل بصعوبة في الدور الربع النهائي عجب فوزه على المنتخب الأردني في الوقت الإضافي 3-1 في المباراة التي جمعت بينهم يوم السبت كان المنتخب الأردني تقدم بهدف يزن في بداية الشوت الأول وبعدها تعيد اللاعب المصري مروان حمدي في نهاية الشوت الأول وتنتهي المباراة بكتعيد الواحد واحد ليتم اللاعب شوتين إضافيين واستطاع اللاعب المصري أحمد رفعت أن يسجل الهدف الثاني في ديئة 99 من الشوت الأضافي الأول ثم يسجل مروان الهدف الثالث للمنتخب في ديئة الأخيرة من الشوت الرابعة طبعا مواعيد مباراة منتخب مصر وتونس النهاردة في الدور النصف النهائي هيكون الساعة 5 ده كان الخبر بتاعي لو وصلتم معي لحد هنا لايك وشير فعلوا زر الجرس عشان كل ملازل فيديو جديد يوصلكم كل سهولة